حسن خليفة وقتنا وقت جدا رائع لألكم لإخواننا بالشرق الأوسط وإخواننا بالمغرب العربي اخترنا هذا الوقت مع أنه ما بظل الوقت للإفطار لكن يلا تحايانا لكل اللي بتابعونا من خلال صفحة قناة أور الفضائية موجودة عليها حلقات رمضان إن شاء الله بتكون واللي بتابعونا من خلال صفحتي على الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة وصفحتي جنة الأعشاب الصفحة الرئيسية أسأل الله سبحانه وتعالى لا تستعجلوا طبعا إحنا ما عمنا تليفون هلا نشوف رسائلكم لكن إن شاء الله إنه نجاوب على البعض بالرسائل الخاصة بإذن الله سبحانه وتعالى كل بداية حلقة في شهر رمضان راح أذكركم بالنعم اللي موجودة إيش اللي نشربه إيش اللي ناكله إيش بفيدنا ذكرنا شوربة العدس أمس فوائدها العظيمة لأبدالنا لحم الفقراء غذاء الفقراء وعلاج الأغنياء يا سلام بتعالج الغني هو مش عارف إنه بشرب شوربة العدس فيها من الحديد وفيها من الفسفور وفيها كل اللي بيلزم جسمه للعظام للمفاصل فيها من الكالسيوم حتى لتقوية النظر لعدم تساقط الشعر فبالتالي هذه الوجبة الفاتحة للشهية دائما في شهر رمضان لكن اليوم شو رايكم نحكي على شيء أنا كنت أتكلم على عرق السوس ليش نحضره نشربه في شهر رمضان شمعنا هذا مشروب شهر رمضان الخروب مشروب شهر رمضان ليش نشربه إيش خصائصه إيش فوائده لأبدالنا ليش إحنا نشربه في شهر رمضان والتمر هندي اليوم مشروب رمضان التمر هندي في المملكة الأردنية الهاشمية كانوا يغنوا له يا أحلى مشروب عندي التمر هندي خصائص جدا مفيدة لأنه فاتح من فواتح الشهية شجرة لها قرون تنبت قرون بداخلها لب بنستخدم هذا اللب للمشروب وأيضا مندخله بالحلويات وأيضا بنستخدمه له خصائص جدا مفيدة علاجية لمشاكل البشرة شوفوا لازم خصوصا للنساء والرجال اللي عندهم مشاكل في البشرة يسمعونها الآن لكن معروف إنه مفيد جدا للضمأ والعطش اللي داما بيحسه ثاني يوم إنه أكل وثاني يوم إنه مقاوم الصيام داما حلقه ناشف أوريغو ناشف مثل ما نقول بالأردن لكن فوائده فوائد جدا عظيمة إذن هو قاطع للعطش مرتب للبدن بإذن الله سبحانه وتعالى من خصائصه دخلنا بالجد هذه الثمرة هذا المشروب إذا شربناه كل يوم في شهر رمضان إيش؟ بلستفيد ما بدنا للمشاكل الجلدية هلأ لكن خلينا نحكي إنه بيدخل في صناعات التجميلية والطبية هذا المشروب يعني اللي يزيد من وراكم إحسب حساب البشرة والأمراض الجلدية وأنا بتكلم شيء صحيح وعلمي غير المجربات أنا أحب دائم من المجربات غير العلم لأنه اتجربت على أجدادنا فبالتالي نستفيد من الخصائص بإذن الله سبحانه وتعالى أول شيء بعيننا على الهضم في شهر رمضان هذا المشروب اللي هو التمر هندي أيضا ملين للي عندهم الإمساك وحتى لو أكلوا ما بيصيبهم الإمساك بيمنع الإمساك فبالتالي بيمنع البواسير لأنه ما فيه إمساك اللي تخلي فيه بواسير فبالتالي انتهينا من مشاكل بتتراكم أكلنا في شهر رمضان نواشف وحلويات وفلفل وشطة وابهارات كلها بتسبب أنها التخمة والدفع والوقوف وما أشبه هذه المشاكل بتسبب أن البواسير إذن خلصنا طالما تلين الجهاز الهضمي وما فيه إمساك إذن اتخلصنا من الإمساك بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال تناول مشروب التمر هندي مشروب شهر رمضان معروف في كل الدول العربية حتى الأوروبية حتى الصينية فبالتالي نستفيد من خصائصه من أهم فوائده إنه بحسن عملية الهضم ومليّن وأيضا الوقاية من أمراض السرطان والأورام ننتبه ما بدي أشرح ليش لكن أنا بنبهكم لأكثر خصائصه بحيث إنكم تستفيدوا ونحمي أبدالنا في هذا المشروب السحري اللي هو التمر هندي ما نشرب هذه المشروبات اللي الغازية اللي نشتريها وتكون موجودة أمامنا من المول والسوبر ماركت أو المشروبات اللي موجودة فيه عندنا شيء طبيعي بدنا نستفيد من خصائصه والله إنه نكهة وطيب المذاق بحبوه الأطفال والنساء وكلنا بنحبه فبالتالي نستفيد من خصائصه بكفينا أمراض ندفع الأمراض من خلال أكلنا من خلال مشروبنا فبالتالي إحنا بروح شهر رمضان الكريم وإحنا متمتعين بصحة وتخلصنا من الأمراض اللي كانت على مدار العام لأنه صيام صحة فبالتالي يخلي أكلنا يكون صحي وبنستفيد من هذا المشروب اللي هو التمر هندي بإذن الله سبحانه وتعالى بفيدنا كانوا يستخدموا أجدادنا لالتهابات المسالك البولية ومشاكل الكليتين ننتبه وكان ناجع لما يتناولوا في شهر رمضان اللي يكون عندهم مشاكل بالمسالك البولية والالتهابات فبالتالي يستفيدوا منه هذا المشروب مشروب التمر هندي بيخلصنا من الفيروسات وأيضاً الالتهابات وينما كانت والبكتيريا مضاد حيوي طبيعي أنتوا بتشربوه في شهر رمضان ومش عارفين أنه بتتناولوا مضاد حيوي بدل هالكابسولات اللي نتناولها شيء طبيعي ما بالكم اليوم شربنا تمر هندي وبكرة شربنا تمر هندي وبعد شربنا تمر هندي فبالتالي على مدار الأيام مثل ما نتناول الكابسولات بحد من المشاكل بإذن الله سبحانه وتعالى شوفوا أجدادكم كيف كانوا عايشين ولا التهاب بالمعدة ولا هذه المشاكل فبالتالي كانوا يتخلصوا من أمراضهم في المشروبات الطبيعية والعصائر الطبيعية والطعام الطبيعي والبدور الطبيعية والزيوت الطبيعية فبالتالي بيخلصنا من الالتهابات بالجسم والعدوى بإذن الله سبحانه وتعالى هذا من المجربات أجدادنا إذن تسكين آلام البواسير حتى للي عندهم البواسير ما يستطيع يجلس فبالتالي بتخلص من هذه المشاكل بنظم عمل البنكرياس لكن ما يزيدوا مرضى السكر في تناوله يعني قدر نص كوب كوب إلا ربع يكون بارد عليها الثلج لكن ما يزيدوا ولا يحلوا بالسكر يستفيدوا من حلاوته فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون وصفاتي أو الفوائد العظيمة لهذا المشروب السحري اللي في شهر رمضان بنتناوله بكثرة وموجود الآن بكثرة في الأسواق لكن أنا بفضل أنه ندخل على النت نتعلم كيف طريقة إعداده للي ما يعرفه اللي بحب يستفيد من خصائصه بشكل عام بخفض حرارة الجسم شوفوا الخصائص العظيمة وليش في شهر رمضان غير أنه قاطع للعطاش وبرط بالجسم وبرط بالجلد وبيمنع الشيخوخة شيخوخة الجلد ونشفان الجلد في شهر رمضان لأنه ما في سوائل فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى بكفي إنه بزيد مناعة الجسم طالما زاد مناعة الجسم إذن خلصنا من الأمراض ما في عنا أعراض مرض لأنه جهاز المناعة عنا ما شاء الله لا بناخذ فيروسات ولا بناخذ عدوى ولا بناخذ أمراض وأيضا مفيد للجهاز التنفسي ومشاكل الحلق والقصبات الهوائية وحتى بحة الصوت التمر هندي شو ما لكم؟ تمر هندي وليش ناخذه بشهر رمضان؟ هذا مشروب شهر رمضان أيضا مفيد إنه طارد للسموم مدر للبول ومفيد جدا لالتهابات المسالك البولية خصوصا للنساء اللي بتعاني منها مشاكل التهابات وحرق بالبول فبالتالي بتخلصوا من هذه المشاكل إذن بساعدنا على التخلص من الوزن الزائد والدهون هذا أهم شيء في شهر رمضان أكلوا دسام وأكلوا صواني وأكلوا دجاج وأكلوا خيرات الله لكن صار عنا تخمة وصار عنا هالإمساك وصار عنا هالمشاكل الكثيرة وزن زائد فبالتالي إن شاء الله إنه بساعد على التخلص من الدهون وأيضا بكافح السمنة هذه من المجربات بإذن الله سبحانه وتعالى إذن كمان كانوا يستخدموا أجدادنا علاج لليرقان وأصفرار الوجه وأيضا شحوب الوجه وأيضا الصفار اللي بيكون بأسفل لعيون مشاكل الكبد ومع أشبه فبالتالي بنستفيد من قصائصه طبعا بيقاوم مشاكل قرحة المعدة والجهاز الهضني اللي هو مشروب التمر هندي مجرب مش اليوم تاخذ كوب وتقول خلاص راحت ما راحت بدك تلتزم فيها خلال الشهر الفضيل فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى قروح المعدة قروح الأمعاء والقولون فبالتالي من مجربات أيامنا إذا عملنا بالبيت وأعدينا هذا المشروب الطبيعي اللي انشهرنا فيه في الدول العربية والعالمية في شهر شهر رمضان شهر مبارك لأنه بناكل كل شيء بفيدنا بعون الله سبحانه وتعالى والله بيبارك في كل شيء خصوصا إذا كان طبيعي وتعبنا فيه وعرفنا إيش اللي بنا ناخذه ليش إحنا ما نعرف فوائد هذه المشروبات اللي نتناولها في شهر رمضان وليش نتناولها في شهر رمضان ليش نعطيها لأبهاتنا وأمهاتنا وأطفالنا بتكون باردة وعلى صفرتنا غير إنها فاتحة من الفواتح الشهية بالعكس نقدمها ونشربها بالسهرة ونستفيد من خصائصها ما بعد الهضم فبالتالي نستفيد منها الخصائص العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى إذن التمر هندي وقاية لمشاكل القلب والشرايين والأوعية الدموية وبيعطي القلب صحة بإذن الله سبحانه وتعالى وبمد الجسم بالطاقة وبيخلصنا من الإرهاق والفشل والتعب ما بعد الصيام شوفوا ليش في شهر رمضان شوفوا ليش في شهر رمضان إحنا نتناول هذه المشروبات الرمضانية إنه لأسرنا ولجرانا وللجميع فبالتالي نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى بتعرفوا إنه مشروب التمر هندي بحد من مشاكل السعال وأيضا مشاكل الربو بيخفض حدتها وبيقاومها لو التزمنا في طيلة أيام الشهر الفضيل ما بالكم المضاد الحيوي الطبيعي ما بالكم بهذا المشروب السحري اللي ما شاء الله هو سيدلية طبيعية وليش فعلا بنشربه في شهر رمضان لازم يكون التمر هندي فبالتالي إذن خلايا الجلد الميتة بخلصنا منها سنفرة وبنستفيد منه أيضا لحب الشباب وأيضا تجديد الخلايا في البشرة وأيضا بيقاوم الحبوب والدمامل وأيضا الحروق والاستفيد منه وأيضا لفص بغات الشمس في شهر رمضان الكريم والأشعة فبالتالي الغسول فيه أو القناع في المعجون اللي ما بنعمل ما تبقى منه فبالتالي بيفيدنا وبيفيد المشاكل الجلدية بشكل عام لكن ما بفضل يتناولوا اللي بيتناولوا مميعات الدم والإسبرين والإكثار منه لمرضى السكري مع أنه مفيد جدا للبنكرياس لكن الإكثار منه خطأ نلتزم فيه مشان نفسنا مشان ناخد خصائصه ناخد شيء طبيعي ما نحليه بالسكر ونستفيد منها الطبيعة نستفيد من خيرات الله نستفيد من هذه الشجرة اللي طلعت النقرون في داخلها اللب اللي هو اللب التمر هندي نستخدم الخصائص الجلدية والجمالية وأيضا العلاجية وأيضا أعطينا وصفات لإلكم اليوم على خصائص هذا المشروف الرمضاني من خلال هذه القناة العربية اللي بتدخل على بيتكم أسأل الله سبحانه وتعالى يكون مشروبكم وأسأل الله سبحانه وتعالى يكون صحتين صحة وعافية عليكم وعلى أسركم وتستفيدوا من خصائصه والله ما ذكرت إلا القليل القليل من الخصائص اللي بيقدمها أن هذا المشروب السحري في شهر رمضان اللي هو التمر هندي اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر